في كل مرة تضغط فيها على زر تشغيل هاتفك أو تنير غرفتك بلمسة أو تطلب من المكيف أن يرسل نسمة باردة في فصل الصيف الحار هناك سر يعمل في الخفاء هذا السر هو العلاقة التي تربط بين ثلاث متعيرات هي الجهد والتيار والقدرة الكهروائية ستجد هؤلاء الثلاث مدونين بوحدة الفولت والأمبير والوات على كل جهاز يعمل بالكعباء في منزلك إنها ليست مجرد بيانات إنها رسائل مشفرة من قلب الجهاز تمثل المفاتيح توازن دقيق حدوث خلل في أي منها قد يجعل الجهاز يتحول من خادم المطيع إلى خطر كامل أعدكم في نهاية هذه الحلقة إنكم ستنظرون إلى الجهد والتيار والقدرة الكهربائية كما لم تفعلوا من قبل لن تبقى هذه الكلمات الثلاث مجرد مصطلحات محفظها بل سنتعرف عليها عن قرب سنفكك المفاهيم التي تعلمناها كما تفكك آلة قديمة لفهم أسرارها وسنعيد تركيبها لنقشف العلاقة الخفية التي تحكم كل جهاز في حياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الجهد والتيار والقدرة الكهربائية أصدقاء يعملون معا في تناغم فائق فالجهد يمثل القوة والتيار يمثل الحركة والقدرة الكهربائية تمثل نتاج عمل الجهد والتيار ولتوضيح كيف تعمل هذه الكميات معا سوف أستهين بأمثلة من واقع حياتنا اليومية ونحلل كل مثال ونحدد أين يتجلى الجهد والتيار والقدرة الكهربائية في كل مثال والأمثلة التي سنتحدث عنها بيادة دراجة هوائية دفع صندوق خشبي شرب عصير بشفاطة حقنة الماء وأخيراً الخلايا الشمسية من خلال هذه الأمثلة سوف نقوم بتوضيع دور كل من الجهد والتيار والقدرة الكهربائية في كل مثال كما لو كنا نتحدث عن دائرة كهربائية لنبدأ بالمثال الأول وهو شخص يقود دراجة هوائية إنه يقوم بتحريك ساقيه ليبذي القوة على الدواسة والنتيجة تظهر مباشرة على سرعة دوران الدواسة وكلما كانت القوة التي يضغط بها على الدواسة أكبر كلما كانت سرعة دوران الدواسة أكبر وكلما وصلت إلى وجهتك في زمن أقل لنسقط الجهد والتيار وقدرة الكهربائية على آلية قيادة الدراجة القوة التي يبذلها الشخص على الدواسة هو الدور الذي يلعبه الجود في تشغيل أي جهاز يعمل بالكهرباء والسرعة التي تدور بها الدواسة هي التيار الذي يتدفق في الجهاز أما القدرة الكهربائية فهي النتيجة لعمل كل من الجهد والتيار والتي تمثلت في الوصول في زمن أقل ننتقل إلى المثال الثاني شخص يدفع صندوق عندما يدفع شخص صندوقا فإنه يبذل قوة على الصندوق وهذه القوة تمثل الجهد ومدى سرعة حركة الصندوق يمثل التيار فكلما بدل الشخص قوة أكبر كلما تحرك الصندوق لسرعة أكبر والنتيجة هي أن المهم المتمثل في نقل الصندوق من مكان لآخر قد أنجزت في وقت أقل أما المثال الثالث فهو شيء نقوم به عند شرب عصير بواسطة شفاطة وهنا سوف تؤثر بفمك بقوة شفط لإحداث فرق في الضغط فتجعل الضغط عند فمك أقل من الضغط أسفل الشفاطة ونتيجة لذلك يرتفع العصير من أسفل الشفاطة حيث الضغط مرتفع إلى الضغط المنخفض عند فمك وهذا الضغط الذي أحدثته بفمك ما هو إلا قوة والتي تمثل الجهد في الكهباء وتدفق العصير من الكوب إلى فمك هو التيار وكلما كانت قوة الشفط أي الجهد أكبر كلما تحرك العصير في الشفاطة بسرعة أكبر أي نحصل على تيار أعلى والنتيجة هي أنك تكمل شرب العصير في زمن الأقل وهذا يعادل القدرة الكهربائية أما في المثال الرابع فسنقوم بدلا من الشفط بالعملية العكسية وهي الدفع من خلال حقنة الماء كلما كانت قوة الضغط على مكبس الحقنة أقوى وهذا الضغط يمثل الجهد كلما كانت سرعة تدفق الماء من الحقنة أكبر وهذا يمثل التيار وتتمثل القدرة الكهربائية هنا في زمن إفراغ الحقنة ننتقل إلى مثال استخدام الخلايا الشمسية لشحن بطارية هنا نجد أن من يقوم ببذل القوة أي الجهد هو ضوء الشمس فكلما كانت الشمس أكثر سطوعا كلما كانت فوتوناتها تمارس قوة انتزاع إلكترونات الخلية الشمسية أكبر ويصبح معدد تدفق الإلكترونات الذي يمثل التليار أعلى والنتيجة هي سرعة شحن البطارية أو بمعنى آخر زمن شحن أقل وهذا يمثل القدرة الكهربائية هل لك عزيز المشاهد أن تفكر في أمثلة أخرى؟ اكتبها لنا في التعليقات وبعد استخلاص المعلومات من الأمثلة نستطيع أن نقول أن الجهد في الكهرباء يمثل القوة المسلطة على الإلكترونات في أي دائرة كهربائية والتيار يمثل معدل تدفق هذه الإلكترونات أما القدرة الكهربائية فهي الأثر الذي نحصل عليه من تعاون الجهد والتيار بلغة الرياضيات والقوانين نقول أن القدرة الكهربائية تساوي حاصل ضرب الجهد بمقدار التيار وبالرموز نحصل على المعادلة التي تربط بينهم وهي أن القدرة الكهربائية P وهو أول حرف من كلمة Power تساوي حاصل ضرب الجهد V في التيار I ووحدة القدرة الكهربائية هي وحدة الجهد Volt مضروبة في وحدة التيار أمبير أي Volt في أمبير والتي أطلق عليها اسم Watt نسبة للعالم جيمس Watt وبالتأكيد ولابد أنك عزيز المشاهد قد سمعت عن القدرة الميكانيكية والتي تساوي القوة في السرعة وهي تعبر عن نفس المغفوظ في الكهرباء فبدلا من القوة نقول الجهد وبدلا من سرعة الجسم نقول التيار المار في السيليك والذي هو معدل تدفق الشحنة والقدرة الميكانيكية أو القدرة الكهربائية تعبران عن أثر تفاعل القوة والسرعة في الميكانيكا أو الجهد والتيار في الكهرباء أي أن الأساس الفيزيائي للقدرة في الميكانيكا والكهرباء هو نفسه والآن نأتي للأدوار المختلفة التي يلعبها كل من الجهج والتيار وقدر الكهربائية في أجهزتنا المنزلية أي شيء يعمل بالكهرباء يعمل من خلال دائرة كهربائية ولنأخذ أبسط دائرة كهربائية وهي دائرة إشعال دون مصباح كهربائي نجد أنها تتكون من مصدر الجهد بوحدة الفولت وهو البطارية وأسلاك التوصيل التي يتدفق فيها التيار بوحدة الأمبير والنصباح الكهربائي الذي يستفيد من عمل الجهد والتيار وتظهر النتيجة في ضوء يملأ المكان وشدة الإضاءة تعتمد على قيمتي كل من الجهد والتيار أي على القدرة الكهربائية ومثال آخر ولتكن دائرة تشغيل الثلاجة عندما توصل الثلاجة بمصدر الكهرباء أصبح لديك دائرة كهربائية يكون مصدر الجهد فيها هو مطبس الكهرباء والذي يزودك بجهد من قداره 220 فولت وأسلاك توصيل الجهاز بمصدر الجهد تسمح بمرور التيار الكهربائي في الثلاجة وتظهر نتيجة الجهد والتيار في عملية تبريد مهتوية الثلاجة إذا نظرت حولك في الغرفة ستجد أن كل جهاز متصل مع مطبس كهرباء تزوده شركة الكهرباء بجهد من قداره 220 فولت وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة توفره عند 110 فولت أي جهاز متصل بمقبس إما أن يكون في حالة تشغيل أو حالة عدم التشغيل ولنأخذ على سبيل المثال جهاز التلفزيون في حالة عدم التشغيل وفي هذه الحالة يوجد جهد 220 فولت ولكن لا يمر تيار كهربائي لأن وضع التلفزيون في حالة عدم التشغيل هو ببساطة دائرة كهربائية مفتوحة أي لا يوجد مسار متصل للتيار الذي تضفق من خلاله وبالتالي تكون القدرة الكهربائية المستهلكة تساوي سفر وبالطبع أنا أتحدث هنا عن حالة إغلاق الجهاز وليس وضحه في حالة الاستعداد أي ستانبول ولك أن تتخيل عزيز المشاهد من الأمثلة التي تحدثنا عنها حالة الشخص الذي يدفع الصندوق ولكن هنا لم يتمكن من تحريكه لوجود حجر كبير يعيق الحركة في هذه الحالة يوجد لدينا القوة التي يبذلها الشخص على الصندوق ولكن لا حركة ولا مهم أنجزة وهذا تماما مثل وجود جهاز التلفزيون نتصل بالمقبس الكهربائي ولكنك لم تشابله عند تشغيل الجهاز فإنك تقلق الدائرة الكهربائية تماما كما لو فعلنا بإزالة الحجر الذي كان يعيق حركة الصندوق والنتيجة هي مرور التيار الكهربي وأصبح جهاز التلفزيون يعمل بقدرة كهربائية تظهر في شكل صورة وصوت على الشاشة والآن نرغب في ضم عنصر آخر إلى فريق العمل المكون من الجهد والتيار وقدر الكهربائية وقبل أن أقول لكم من هو لنأخذ هذا المثال لنفترض أنك تريد شراغا لا يتمع فتوجهت إلى أحد المتاجر الأدوات الكهربائية بجوار منزلك وعرض عليك التاجر غلايا مكتوب عليها ألف وقت وأخرى ألفين وقت وكانت الأولى أقل ثمنا من الثانية فتسألت ما السبب وأيهما أفضل وهنا أخبرك التاجر أن الغلايا ألفين وقت قدرتها الكهربائية أعلى وأنها ستوفر لك ماء مغليا في زمن أقل ولهذا هي أرى ثمنا ولكن الوقت لم يكن عاملا هاما بالنسبة لك واشتريت الغلايا ألف وقت طالما أنها تفي بالعرض ولكن عندما وصلت للمنزل وقمت بتشبيل الغلايا خطر في بالك سؤال مهم وهو ما السبب في اختلاف الوط بين الغلايتين ولا سيما أن الجهد المطبق لهما هو نفسه 220 فولت وهنا تذكرت القانون الذي يقول أن القدرة الكهربائية تساوي الجهد في التيار وطالما أن الجهد ثابت إذن الغلايا ألفين وقت يتدفق فيها التيار بمعدل الضعف بالمقارنة مع الغلايا ألف وقت وهذا صحيح وإن سألتني عن السبب سأقول لك أن هناك عاملا رابعا لا يقل أهمية عن العوامل الثلاثة السابقة هذا العامل هو المقاومة والتي جعلت الغلايا الأولى تعمل بقدرة كهربائية مقدارها ألف وقت والأخرى ألفين وقت نعم إنها المقاومة هي اللاعب الرابع في حلقة اليوم والذي يمثل حلقة الوصف بين الجهد والتيار وقدرة الكهربائية إنها تحدد مقدار تأثير الجهد على التيار إنها تتحكم في معدل تدفق التيار في الأسلاك تماما مثل دور حنفية الماء التي تتحكم في معدل تدفق الماء إذن المقاومة تلعب دورا جواريا هنا فلو تركنا الأمر لمصدر الجهد وأسلاك التوصيل سنحصل على التيار كهربائي هائل قد يتسبب في سخولة الأسلاك لدرجة تسبب حريق أو إتلاف الجهاز إذن نستنتج من ذلك أن الغلايا ألف وتحتوي على سلك حراري له مقاومة عالية فجعلت التيار أقل والقدرة الكهربائية أقل ولكن الغلايا الثاني ألفين وط صنعت من سلك حراري ذو مقاومة أقل فسمح بمرور تيار أكبر وقدرته الكهربائية أعلى ولهذا هو أغلى في السعر إذن وبالرغم من أن الجهد في منازلنا دائما 220 فولك إلا أننا لن ندعه يتحكم في التيار بمفرديه سنعتمد على الأنصر الرابع وهو المقاومة للتحكم في مقدار التيار مستفيدين من القانون الذي وضعه جورج أوم والذي ينص على أن التيار آي يساوي المقدار الجهد V مقسوما على المقاومة R ووحدة المقاومة هي فولت على أمبير والتي أطلق عليها الأوم وتمثل المقاومة في الدواء الكعربية برمز خاص عبارة عن خط متعرج ولك أن تتخيل المقاومة في الدواء الكعربية تلعب نفس دور حنفية الماء التي تتحكم في معدل تدافق الماء وتصنع المقاومات بقيم مختلفة حسب التيار اللازم بتشغيل أي جهاز وهناك مقاومات كعربائية يمكن تبيير مقاومتها حسب الطلب مثل تلك المستخدمة في التحكم في شدة إضاءة المصابيح ومن الجدير بالذكر هو أن أي جهاز توصله في الدائرة الكعربائية سواء كان مصباحاً أو جهاز جوال أو تلفزيون أو ثلاجة أو مايكرويف نتعامل معها جميعاً على أنها مقاومة ولكن نميزها فنطلق عليها مقاومة الحمل ويرمز لها بالرمز RL أي Load Resistance قد تحدث الكوارث بسبب سوء التعامل مع الأناصر الأربعة الجهد والتيار والمقامة وقدرة الكعربائية نستخدم كثيراً في منازلنا الوصلات الكعربائية التي تسمح لنا بتوصيل أكثر من جهاز على نفس مقبس الكعرباء وهنا هذه الوصلات تكون مصممة لتيار محدد وليكن 2 أمبين مثلاً وهذا التيار كافر لتشغيل التلفزيون والراوتر وجهاز شاحن الجوال ويمكن إضافة لابتوب بقدرة إجمالية 400 وات ولكن ماذا يحدث لو قمت بتوصيل مدفع كهربائية مثلاً أو مكنسة كهربائية أو مكواة كهربائية وهي من الأجهزة التي تصل فيها قدرة كهربائية لحوالي ألف وات على الأقل ولو قمنا بحساب مقدار التيار الكهربائي الذي تستهلكه عند جهة 220 فولت لو وجدنا أنه 4.5 أمبير أي يفوق قدرة الوصلة الكهربائية وهذا التيار الكبير سوف يجعل الوصلة تسخن وربما تشتعل وتتسبب في حريق وتنصحر المادة العازلة المحيطة بالأسلاك ويحدث تلامس بين الأسلاك يسبب في المزيد من الخسائر إذا لم يعمل أمان الكهرباء ويفصل التيار ولكن النار المشتعلة سوف تستمر ولو أردنا أن نعرف سبب ارتفاع حرارة السلك عند مرور تيار كهربائي كبير نعود إلى العلاقة التي تربط الجهد والتيار والمقاومة والقدرة الكهربائية القدرة الكهربائية تساوي حاصل ضرب الجهد في التيار وبالاستعانة بقانون أوم فإن الجهد يساوي حاصل ضرب التيار في المقاومة نحصل على أن القدرة الكهربائية تساوي مربع التيار في المقاومة أي أن الزيادة في التيار يكون له تأثير مضاعف على القدرة الكهربائية والتي تظهر على شكل حرارة في أسلاك التوصيل هذه الزيادة في الحرارة لا تتحملها أسلاك التوصيل فتشتعل وتسبب الحرارة ولكن دهني أبتم إنك عزيزي مشاهد بعض الوصلات الكهربائية تكون مزودة بفيوز وهو عبارة عن مقاومة أيضا هذا الفيوز ينصحر إذا زاد التيار عن قيم معينة لمنع أي تيار قد يتسبب مثل هذه الكوارث وكنصيحة افحص وصلتك الكهربائية وتعرف على أقصى تيار تتحمله وأحرص على أن تقتني الوصلات المزودة بفيوز حماية وقبل أن أنهي حلقة اليوم أود أن أطلب منك عزيزي المشاهد أن تحسب قيمة مقاومة غليت الماء التي تستقدمها في منزلك مستفيدا من العلاقات التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة وشاركنا النتيجة في التعليقات أتمنى أن أكون قد وضحت لكم بعض المعلومات عن الفولت والأمبير والوط والأوم وأنها لم تعد بالنسبة لكم مجرد مصطلحات أو كلمات عابرة مرت في الكتب لأنها مفاتيح أساسية لفهم كل ما يدور حولنا في عالم الكعرباء لقد قطعنا اليوم خطوة أولى نخوة إعادة تعريف علاقتنا بالكعرباء فمن يعرف الجهد ويتتبع التيار ويفهم القدرة يملك زمان الطاقة إن أعجبتكم الحلفة لا تنسوا وضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ياصلكم كل جديد ويسرني أن أرد على أسئلتكم واستفتراتكم وإلى لقاء في حلقة جديدة نكشف فيها المزيد من أسرار الكهرباء وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته